أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1446 حالة شفاء و 37 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كوفيد-19 ليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 70.160 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في جوج مارس الماضي و مجموعة حالات شفاء تام إلى 53.929 حالة بمعدل تعافي يناهز 76.9% فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1329 حالة بمعدل فتك يبلغ 1.9% وتتوزع الحالات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الضر بيضاء سطات ب462 حالة الضر البيضاء 330، المحمدية 28، برشيد 27، سطات 23، النواسر 19 حالة، الجديدة 16 حالة، مديونة 11 حالة، وسيدي بن نور و بن سليمان أربعة حالات فيما سجلت جهات مراكش أسفي 234 حالة مراكش 197 حالة، يوسفية 20 حالة، الرحمنا 10 حالات، ششاوة حالتين، وقلعت سرغنا أيضا حالتين فيما سجلت أسفي والحوز حالة واحدة، وكذلك الصويرة وسجلت جهة الضرعة في ليلة 222 حالة، 83 حالة بالرشيدية، 73 حالة بزاقورة، 48 بورزازات، 14 حالة بميدلت، 4 حالات بتنغير، وسجلت جهة الدخلة وادي الذهب 165 حالة كلها بوادي الذهب وسجلت جهة الرباط سلة القنيطرة 148 حالة، 59 حالة بسلة، 43 بالرباط، 17 حالة بسخيرة تمارة، 12 حالة بالقنيطرة، 9 حالات بسيد قسم، 5 حالات بسيد سليمان، 3 حالات بالخميسات فيما سجلت جهة بني ملال وخنيفرة 88 حالة، 21 بأزيلال، لفقه بن صالح 21 أيضا، بني ملال وخنيفرة 18 حالة، خريبقى 10 حالات فيما سجلت جهة فاس مكناس 80 حالة، فاس 33، مكناس 21 حالة، إفران 15 حالة، الحاجب 5 حالات، وتازا 4 حالات، وصفرو جوش حالتين فيما لم تسجل تونات أي حالة، وهي أوم العقوب جهة طنجة تطوان الحسيمة 64 حالة، طنجة أصيلة 30 حالة، تطوان 23 حالة، الحسيمة 6 حالات، شفشاون ووزان حالتين فيما سجل المضيق لفنيدق حالة واحدة وسجلت جهة سوس ماسة 29 حالة، أقذيذ إدو تانان 20 حالة، شتوكا أيتبها 4 حالات، إنزكان أيتملول 3 حالات، تارودانت حالتين وسجلت جهة قلميم ودنون، 22 حالة، قلميم 25 حالة، أسزا 3 حالات وسجلت جهة شرق 26 حالة، وجدة 12 حالة، ناظور 6 حالات، بركان وتوريرت وقرسيف حالتين، دروش وجرد حالة واحدة وسجلت جهة العيون السقية الحمراء 9 حالات، العيون 6 حالات، سمارة حالتين، وبجدور حالة واحدة أما توزيع حالات الوفيات الجديدة، فيظهر حسب نشرة الوزارة تسجيل 7 حالات وفات بجهة الضر البيضاء 6 حالات، 6 حالات بالضر البيضاء، وحالة واحدة بالمحمدية وسجلت جهة مراكش أس في 10 حالات وفات، 7 بمراكش، وحالتين بإرحمنا، فيما سجلت صويرة حالة وفات واحدة وسجلت جهة ضرعة تفيلالت حالتين وفات، حالتين وفات بورد، كلها بورزازات وسجلت جهة الرباط، سنة القنيطرة، أربع حالات وفات، ثلاثة بسنة، وواحدة بسخيرات تمارة وسجلت جهة بن ملا الخنفرة حالة وفات واحدة أما جهة مفاس مكناس فسجلت 8 حالات وفات، 3 بفاس، واحدة بمكناس، وحالتين بتونات ومراعقوب فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة أربع حالات، كلها بطنجة أصيلة وسجلت جهة سوس مكناس حالة وفات واحدة، كلها بأقادير إذا وتنان فمزيدا من الحضر والحيطة لتفادي كورونا ترجمة نانسي قنقر